اهلا بكم مع سيدا دكتورس في الحقيقة النهاردة عايزين نتكلم عن مشكلة انا كنت شايفاها او مرض كنت شايفاها بصراحة مقلق جدا ومزع جدا وحتى لو المرض ده عند حد انا مش قريب مني انا بأمانة والله العظيم بابقى مدايقة جدا لو شفت النوبة دي عنده وهو مرض الصرع امراض الصرع ممكن يكون النوبات مختلفة الدرجات مختلفة ولكن كلهم في الاخر واحد ان احنا للأسف بنشوف ان مريض الصرع ده او كان زمان بمعنى اصح ان هو خلاص حياته توقفت او هو قاعد في بيته حتى لو بيروح شغله بيكون محرج من النوبات اللي بيجيله او من اي مشكلة بتحصله خصوصا ان في ناس بصراحة بصراحة بتفتكر زي ما انا دايما بقول ان هو لقدر الله ملبوس او حاجة زي كده مش هتكلم عن ناس اللي ممكن نقول ان هي بتتنمر لان دي ناس احنا يعني انا بشوف ان انا يعني احنا اكبر ما احنا نتكلم عليهم لان اي حد بتنمر على مرض ده ربنا بقى اللي هو يعني اللي هيكوليه بقى احنا مناش دعوه به ولكن احنا هنتكلم عن الناس اللي بتبقى من جواها مضايقة اي ام اي اب اي حد من العيلة طبعا المرض ده بنبقى للأسف لو بنوته ممكن الجواز يتوقف لو رجل هكذا ممكن يجي يتقدم لوحدة تقولهم لا انا مش موافقة عليه طيب النهار ده بقى انا عايزة اقول يعني حاجة حلوة قوي ومفاجئة لكل اللي بيشاهدونا خصوصا ان انا شفت بعيني ان في مريض اتصل بدكتور باهر وعمل عملية تركيب الجهاز او اي عملية من العمليات الصرع او العلاج والناس اللي تعالجت عنده الموضوع يعني ناجح بنسبة 90 او يمكن اكتر كمان وفيه ناس 80% يعني انت مش هتحس ان انت عندك المشكلة الكبيرة بتاعت زمان يعني النهار ده عايزة اي حد بيتفرج علينا يعتبر ان معامه فاجأة لأي مريض صرع دي اول حاجة اما بقى امراض العصب السابع والنواتج اللي بتحصل على العصب السابع وانه ممكن جزء من الوش يتوقف او يتعوج لا بيبقى ليها عملية وبرضو النقطة دي حلناها امراض اورام المخ انا بقولها دلوقتي وانا ببتسم كنت زمان لما اقول اورام المخ ببقى الواحد خلاص عايز اللي هو يعني صعبان عليه جد دلوقتي لا دلوقتي اورام المخ بالضبط زيها يعني مش عايزة بصتها اوي بس فعلا فيه ناس بتوصل اكنها زي زايدة بتتشير الدكتور بيشير الورم زي وزي الزايدة وفيه ناس بتعمل عملاته يا صحي فيه ناس بالمنظار فيه ناس بتعملوا من عند الحاجة حاجات كتير قوي النهاردة هنعرفها من دفق ريتنا المتقلق وانا مبسوطة وانا بقول الكلمة دي لان كل شوية بيزدني ثقة بنفسي من قطر بجد محبة الناس ليه دكتور باهر متحة لبيب دكتورة جراحة ومناظير مخ والأعصاب والعمود الفقري والجراحات الميكروسكوبية والمناظير الأعصاب والعمود الفقري والجراحات الميكروسكوبية ومناظير الأعصاب الترفية بكلية الطب بجماعة الإسكندرية اهلا بيك يا دوك اخبارك ايه طيب خلينا نتكلم في نقطة مهمة جدا وهي الفايسة للنهاردة احنا عايزين فايسة فعلا بقى مرض الصرع عايزين نشطب على كل اللي فات زمان ونقول يا جماعا موضوع بقى مختلف دلوقتي؟ اه بمعنى دلوقتي فيها أدوية كتير ممكن مريض يتعلك بالأدوية لو صرع ملوش سبب معين طبعا لو سببه أورام مخ نزيف في المخ أي حاجة في المخ بقرة صرعية كل ده ممكن يتعمل له عمليات وتتشيل الناس اللي بتاخد أدوية كتير وبالرغم من كده بيجي لها نوبات بتعمل لها عمليات أكثر من عملية من ضمنهم تركيب جهاز اسمه فينس أو فيجل نيرف ستيميليتور بالانجليزي أو جهاز تحفيز العصب الحائر وده عملية متعلمتها بره واتعمت الجهاز حد في مصر وبتجيب نتاج هيلة من ضمنها طبعا أن بتمنع النوبات بتقلل النوبات بتقلل استعمال الأدوية زي ما هو بين عبران جهاز بيتوصل البطارية بيتوصل بالعصب العشر بيتزبط بالمغناطيس بتزبطي الجرعة بتاعة الشحنات اللي بتديها أوكي عملية بتعمل جزء في الرقبة وجزء في الصدر وبيتوصل تحت الجلد بالبطارية ناكحة 100% نتاجها كويسة الجهاز غالي شوية بس ساعات بيتوفر نفع الدولة وانها بيتوفرش اللي يقدر يدفعه نتاجها هيلة في عمليات تانية طبعا بتتعمل في المخزة نفسه لو في بقرة صراعية بتتشيل وورم بيتشيل وحمة بتتشيل كل الحاجات دي بيتجنى حالات كتير في مختلف الأعمار من أصغر لأكبر حد بيتعمل لهم عمليات طيب خلينا نتكلم بدقة شوية عن الجهاز اللي بيتركبه احنا عارفين ان مرض الصراع ممكن مثلا يعني في طفلة تبتدي مموتها تلاحظ حاجات غريبة عليها نوبة وما بتبقاش متوقع ان في السن ده بنتها ممكن يكون عندها المشكلة دي لو هنفصص أو هندقى خطو بخطو مين الناس اللي ممكن الصراع لو عندهم صراع يتعالجوا علاجي علاج دواء ومين الناس اللي ممكن ليهم العمليات وطبعا الدرجات يعني حديك قلت فيه كذا عملية والعمليات كلها الحمد لله نجحة والعلاج برضو مع حضرتك ناجح يعني فيه ناس راحت استجابة يا جماعة للعلاج ما بقاش النوبات واللي بيحصل زي الأول خالص يعني الموضوع خف بنسبة كبيرة جدا هنرجع أول حاجة نقول إيه سببه حل لو ملوش سبب يعني حاجة وراسة كان عنده لتبسوحائي كان عنده مره دواء صغير وبعدين ابتدى جيله نوبات بنبدأ بالأدوية دواء اثنين تلاتة ممكن اربعة ما فيش استجابة ده بيتعمله ممكن جراحة لتركيب الجهاز ممكن بتعمل من أول سن تلاتة اربعة خمس سنين يعني ممكن من سن تلات تلات سنين ابتدى اركب الجهاز ده تلايوفات في المخ ده بيتشيل السبب وبالتالي مع الوقت ممكن المريض يوقف في الدواء طيب نمرة تلاتة في عمليات تاني بتفصل الفص اليمين عن الشمال لو بقرة بتروح من ناحية للتانية ومن تانية للأولانية بتفصل الفصين عن بعض في عمليات كتيرة بتتعمل طب انا المريض جالي بتشخصه لأول اكيد بيبقى في فحصات هل الفحصات دي مثلا تحليل اشعات تحليل واشعات اشعات رانين واتيني في رانين مخصوص لمرضة الصرع بيتعمل بيتطلع لك البقرة فين في عمليات بالروبوت ممكن بتعمل في امريكا وقريبا نعملها في مصر بيتطلع لك مكان بقرة بالزبط فين بحيس تدخل تشيلها بس كل حاجات دي فايداتها مش هتمنى مية في المية بس هتقلل الأدوية هتقلل نوبيت طيب احنا قلنا ممكن نكتشف بقرة نعمل كيل بقرة ولا بنعمل ايه بقرة حسب ممكن بالليزر بره بكي بتعمل ممكن هنا بره بتعمل ممكن بالجراحة ممكن بالروبوت طيب العملية اللي معانا على الشاشة دي دكتور ايه بزبط؟ مجاز اللي هو الفي ناس ده الخطوات بتاعته سيمتلي كده في الجراحة بتعبارا الكترود او كبل بيركب في العصب في الرقبة بينزل تحت الجلد بيتثبت في البطارية بتاعته بعد كده بيرجع تزبط بالمغناطيس من غير فتح تثبت الجراحة تثبت الشحنات سمعنا ان في مريض عند حضرتك كان من ليبيا وكان المفروض يا جماعة ان هو هيكون معنا النهاردة بس ان شاء الله يكون معنا مرة جاية انا عايز اعرف حالته كانت ايه الاول لان حضرتك لما حكيتلي بعد العملية اللي عملها نتيجة هيلة فهل الحالة دي كانت تفاصيلها ايه ده شاب صغير حاجة وعشرين كان بيجي له 15 نبا في اليوم شفته من سنة وشوية بياخد 8 ادوية او 7 ما بيستجبش ليهم زي وزي الليت والدواء كان بالنسبة له شخصناه عملنا لفحوصات قلنا له على العملية رتب اموره وراجع تاني عملنا لعملية بعد شهرين راجع لي الفترة دي يعني ما جالوش ولا نبا ما بياخدش ولا دواء وهنا موسطين جدا بس انا انا عارف ان حضرتك جراح شاطر بأمانة بس هو الشرح شوية احنا حابين يبقى مفصل يعني هل كان بيجي له عدد قد اي نبا 15 15 نبا طيب اي تاني كان بيشتكي منه يعني بيقع ويغمع عليه يقعد لسانه يقع في الحمام لازم حد مع 24 ساعة ممكن يبلع لسانه ممكن لقدر الله لو ببلع لسانه خلاص كده اه طيب خطف وبعدين لو ساعة عربية والواحده جي عنده حضرتك احنا نمشي بقى خطوات التفصيل دي كشفنا عليه وعملنا له اشعاعات وشعاعات و ليه خطرنا له تركيب الجهاز مع ان فيه انواع كتير يعني ليه مثلا مش فصل الفاصين المخ اه انت ساعت بيبقى عندك عملية تبدأي بنمرة واحد اه ما جابتش نتيجة وبترجاي نمرة اثنين وناس تاني بتبدأي نمرة اثنين وانترجاي نمرة واحد اوكي هو الجهاز وفاصل الفاصين على المخ دون عمليتين مكملين لبعض سواء ابتديتي بالجهاز ده عادة اللي ما بيكملش معاه بيعمل عملات تانية اه في ناس العكس حسب سن المريد لو طفل صغير ممكن تبدأي فاصل المخ بعد كده لما يكبر شوية تركيب الجهاز اه يعني بنمشي خطوة خطوة على حسب التشخيص اه اه اللي هينفع معي بمعنى ساعة بالزبط ولكن النتيجة في النهاية يا جماعة ان موضوع السرع او مرض السرع بيخف بنسبة كبيرة اه وقت العملية بيكون مخيف يعني مثلا لو طفل احنا بنخاف عليه قوي اي ام بتخاف على طفلها طبعا ليه تحضيرات فيه تخدير مخصوص للاطفال فيه اي سيو او عناية للاطفال او رعاية اه بنتطمن على كل فاصلات وقبل العملية بنعمل العملية وقتها وبيخد شمانا وقت دلوقتي يعني والعملية الحمد لله نتاجة كويسة عملت حالات كتير اه عايزة اتكلم عن الفتيات بسرع يعني كلمنا كده كم فتاة عملت عملية السرع معاك وموضوع كم مأثر على نفسيا حياتها بقى وتأخر الزواج معاها مشاكلها مع صحباتها مع أسرتها واكيد بيبقى فيه خجل متضايقة من المشكلة اللي عندها دي كان فيه واحدة مرة اه كان عندها واحمة بقى لها كذا السرع واحمة 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 ده يعني عيب خلقي اه في الشرعين والأولادة كده اوكي وكل سا تنزف دي بتعمل شبه السرع ولا لا بتنزف بتنزف هتشوفي أشعر ده اه بتنزف لما بتنزف المريض بيجيله نوبات فحظها كل ما يتقدمها رئيس يجي لها نوبة قدامه ممكن تكون النوبة مرتبطة بالتوتر اه يعني يعني مش للدراجي دي بس حصلت بس صدفة صدفة غريبة CU حصلت فربعة رسان وبعدين يعني جات لي كذا مرة كل مرة أقولها عملية 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 لحد ما اختنعت في الآخر أعملنا العملية وخفت ما بقاش فيه نوبي ما أنت بتشيل السبب ده أحسن نوع من الصرع يستجيب لأنك بتشيل السبب لأنه عندك سبب ورم وحمى عملناها كم شهر عملنا رانين التطبينا للدنيا تمام وفي الآخر يعني جات لي من سنة ولا اتنين وتجوزوا عندها عائل طب بتفرق العمليات دي ونجاحها إذا كان الصرع مثلا ده وراسي أو بتفرق نسب النجاح ولا إيه اللي بيفرق السبب أنت لو عندك حاجة ليه السبب بتشيلها وخلصها بتبقى ثاني وقال طب لو حالة ملاش سبب بتدي أدوية بتعمل عملية واثنين وتلاتة بس النجاح واصل في عمليات الصرع بنسبة كبيرة جدا خلينا ننتقل عن عمليات أو لعمليات العصب السابع العصب السابع إحنا عارفين إن الطبيعي إن أنت بتروح للدكتور الدكتور بيعالجك ولكن في حالات خلص يعني الموضوع بيثبت معاها وبيوصل إن في جنب وش غير الجنب التاني وما فيش تحصن بيحصل ودكتور بيبقى عمل اللي عليه وزيادة إيه اللي بيتم مع الحالات دي؟ نفس فكرة الضفيرة العصبية يبدأ المريض يحرك يقفل عينه يفتح بقه يقفل بقه سوري طيب إحنا بنتكلم بالصور وبالفيديوهات فالدكتور بيكلمه ولكن معنا فيديو بيوضح أكتر الكلام دي يوم العملية أنا مكتش بتقفل بقها مكتش بتحرك وستقدر تشرب وستقدر تغمض هي وشة خلاص كده ثابت على كده كان بقى لها قرب السنة بعد عملية ورن في المخ عملنا لها العملية دي يوم العملية بعد العملية على طول بنتطمن طبعا اللي سن ما تقصرش من نقل العصب بنتبعهم بقى ست شهور سنة بالكشف وبراسم عصب إيه اللي بيتم بقى بعد العملية بيكون الوش طيب بصوا احنا معنا صورة هي دلوقتي حالا هتكون معي أنا شفتها قابلكم أو فيديو بس أنا مبسوطة جدا هي بتفرجنا ان هي بتغمض عنيها هو عادي وهو وشها تزبط طبعا بنسبة كبيرة وهي قاعدة سكتة الوش مصبوط بعد قد إيه دكتور وصلنا للحالة دي طلع لسنة هو عادي كان الأول اللسان معوك خالص دي سنة من بعد العملية سنة في العادة عندي طيب هي بتتحسن تدريجيا أو طبعا ولا هي مثلا جات بعد السنة وإحنا صورناها لا يعني كنت وشوفها كل شهرين تلاتة بتبعها ملاحظ مدى التحسن ده أتليست بعد السنة أوكي حلال بس أنا شيء اللي هو سنة سنة ونص ستة شهور كوني كننتي أو كونك إننت تفضل غذا بتسامة مش بتسامة بس هواين اللي هي نصة ممكن اللي هي حصل فيها قرق سداني الأخبر من كده ان انت الأكل لا الأكل كمان يعني مثلا اي حاجة هتنزل يعني قدام الناس حتى مش هتعرف حتى تاكل بصورة طبيعية يعني ان هي حتى تتعايش حتى كل الناس اللي عندها المشكلة دي بسبب العصب السابع نقدر نعمل لهم العملية دي طبعا لسه جايلي نفس القصة معينا مريدة تاني اه بعد برضو عملية ورم في المخ دي بقى ورم في المخ والتانية كانت نفس الكلام اه اوكي اه عملنا العملية نقل عصب اللسان العصب السابع دلوقتي ما بيش ناخد العصب اللسان كله ناخد جزء منه نوصله برؤى نوصله بالعصب السابع ولكن ما بيدرش عشان الناس اللي هتخاف وتقوله ازاي بناخد اه انا عاملين قرب ميت حالة قرب ميت حالة ما شاء الله في خلال سنة ورس حلوة ابي اوكي بناخد جزء من العصب اللسان نزرعو نزرعو مش نزرعو ننقلو في الوش في الجن في العصب السابع في العصب هنا سابع اولية بتتعمل عند الدق اوكي وبتتعمل تجميل ما بيبنش الجرح بعد كده اوكي يعني دي حالات يعني يعني راحت قابل وبعد بنشوفها معنا مين تاني نقدر نقوله انت ينفع معاك العصب يعني نجاح عمالة العصب السابع يعني مثلا قلنا لو عنده لقدر الورم حد سابع كسر في خقار جمجومة اه الناس اللي وقعت وحصل كسر في بالزبط اه واحد جالوا كسر في خقار جمجومة واحد عمل عملية ورم والعصب حسب فيه إصابة سكينة او اي حاجة إصابة برضو اي حاجة توقف الجزء ده تخليه استمى 6 شور اه 0 تحسن طبعا لو انت عارف السابع ممكن بقيت 4 أسابيع تهم العملية اوكي والعصب قليدي قدامك الورم واكله نوي خلاصة زمية من عملية دي في خلال شو عشو نصب طيب احنا للأسف ما قدرناش نتكلم عن أورام المخ ولكن فيها كل ما هو جديد زي ما احنا سمعنا او تكلمنا عن العصب السابع او يعني او مرض السرعة اللي كان مخيف ما قدروقتي حاجة بسيطة وسهلة بس ان شاء الله في حلقات جاية ان شاء الله يا دكتور نتكلم عن أورام المخ خليني اخد اتفاق من حضرتك ان الحالات دي لازم تبقى معنا مرة جاية قبل ما نختم خلاص نعايزين حالات تبقى معنا يا جماعة اي حالة بتتابع مع دكتور باهر انتوا تشرفون ان انتوا تكونوا موجودين معنا بنشكر دكتور باهر ماتحة لبيب دكتورات جراحة ومناظير المخ والأعصاب العمود الفقرية وجراحة الميكروسكوبية ومناظير الأعصاب الترافية بكلية الطب جامعة الاسكندرية مرسي اشتركوا في القناة